نشوف ضربة البداية زي ما تعودتم دائماً معه مقالي ومقاله ما لهذا تموارس الرياضة؟ وأنا أقول لكم الحياة يمكن في فكرة أن الناس تنتهز فرصة حاجة في حدث يحصل بسرعة تبقى فيه تعليمات وتوجهات كان ممكن أعرض لكم تويتا انتشرت بتوجيه الحق يهاب أمين دلوقتي نضغط عليه نلبسه كذا حاجة دي فرصة ذهبية نحن نخلص منه نقول إنه كان بيشير بكذا نقول إنه كان بيقصد كذا وتحريض على اللاعب وعلى الفريق بعد بطولة السلة وكأنه المظهر الرائع للأهل في الكويت دايق الناس هو مش دايق الناس هو فرحة عارق ما أخلي بالك اللي ما بيحبكش ما كانش متخل أسوأ سيناريو يحصل كده يعني يتقلق بالمطش وماء بصافرة سافرة 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 السافرة السافرة آه طبعا آه الأهلي طبعا هتقول لما الأهلي لو كان بيقدي أداءه طبعا ما كانش حقدره عليه لأن حاولوا آه التحكيم لم يكن منصفا طول البطولة مع الأهلي الرجل دا الحاكم السعودي حاكم أربع مطشط للاح ولكن الأهلي كان أنا بيت أبول زم ما بيقولوا غير قابل للهزيمة آه لأنه كان هاب أمين تحديدا بيطلع عيب تلاتين بونط في الماتش أي فكان يجب إيقافه بأي طريقة وأنا تحضرني أن اللقطة دي بتذكرني بحاجة تاريخية هحكيها لك عليها لأن اللقطة اللي اضطرت فيها إرهاب أمين أهي بص بدل ما يتحس بفول له يعني بوكس في وشه أسقطه أرضا أهو بيقول لهم مبرر يعني ما فيش احتكاك درائل بيقوم أولا لكرة فول لهم الأول يعني اللعبة أصلا اللي وقعوا برا كان فول مش ممكن فرجع خد بوكس فريح بيقول لحاكم أنا اتضرب ما كرة كانت معانا يعني يعني ما فيش مبرر أن يروح للحاكم ما كانت معانا كانت ممكن تنتابي سلسية سنائية فول لكن هو رح يقول لحاكم ده أنا اتضربت يديني حقي حقه اللي هو إيه بقى تكنيكا الفول ورميدين واستحوان وممكن طرد مباشر لأن ده ضرب بدون كرة ايه وحتى قالوه وروح يعمل التشيك للفيديو ما فيش وانت في الوقت الحارج ده يقلي بالماتش يعني انت متخيل ديتين آخر ديتين انت هتاخد فول سلوك رميتين واستحواز تمت تقليب انت عليك رمية واستحواز يعني سبعة بنت في لعبة فوقتين انت كنت متعادل أو فارق بنت للأهل يا حاجة كده فالظلم الفاتح كمان انه حرمك من أبرز لاعب في البطول الراجل خدعصا لاعب في البطول دي بتفكرني بإيه بقى أستاذ برحيم والعنوان ده يعني اني حاخده في الحتة دي أولا النادي هو هو الشعور بين كان فيه طرق بص اهي بص هل ده هل هذا تلعب الرياض تخيل اللعب ده اللي اتطرد بتاع النادي هيا دي بتقول تفرح بيها هيا دي بتقول تقول انك سبت الاهلي هو الاهلي خسر يا جماعة ايه ده ايه ده وبعدين ده فيه وسيلة زالفار في الباسكتبول تروح لها طب اللعب لما يجي لك سائر وبيتكلمك روح شوف ها ده انت على على رمية قاوت روحت شوفت ايه وطيقنت من اللعبة اهه لا فيه تعمل طبا انك ما تروحش تشوف اهه وبعدين نبوص بعد ونفرح ان احنا كسبنا والله كسبنا كده اهه بلاها ما اكسب بالمنظر وما اجملها من اهه خسارة توصق لعظمة النادي الاهلي ما تقدرش تغلبه بالطريقة دي انا عايز اقول لك حاجة ساذ ابراهيم الناس يعني شايفة ان الجمهور ببلاش لاوا اقبال من جماهير الاهلي اتنين دينار اربعة دينار تمانية دينار عشرين دينار عشرين دينار وزعلوا انا عايز اقول لهم يا جماهير الاهلي افرحوا اهه ليه لان دي قيمتك ما فيش جمهور غيرك هتغلالوا التسكرة لانه عارفين لو حد تاني ما حد مش هيروح انت الاهلي دي قيمتك ولتكن التسكرة بمية دينار الجمهور هيروح لانه حبه للهالي ملوش كمان انا انظر الى امور احيانا حيب اشوف الجانب المشرق من فيه جوانب مشرقة فيه بعض الاقوى من رجال اعمال مصرين والكوايتة لما استشعروا ان ده كتير على المصر اللي عايز يروح يصرف له 20 دينار ولا حاجة عشان يتفرج على باسكتبول كان بيشوفوا ببلاش عشان تبقوا عارفين الدينار 63 جنيه عشان يعني فاكرينها حاجة بسيطة عملالها 1300 جنيه تسكرة ماتش اه فانا ده مش ماتش اذا انت بقى لك بطرق ده كل اللي راح ده بيرروح من اول يوم في البطولة فدخل اول يوم مجانا واخر يوم بعشرين قيمة الاهل اه انا كنت اعتمان لتبقى 50 وقيمة الاهل شكرا لكل من ساهم في تخفيف المعنى عن جماهيرنا شكرا لجماهيرنا العظيمة اللي بتوري العالم كله يعني ايه اهلي وايه الرقي وايه التشجيع الجميل ده شكرا لفريق كرة السلة في النادي الاهلي وقيادته خسرتم مش بفعل بفاعل اه اتربينا على ان مصر كان لديها فريق علامي الجيل بتاع الصلاح منتصر صلاح منتصر كان ينظر اليه انه حسين حجازي بتاع الباسكت وانه لعيف فز وقيل ان في السيمي فاينال على طولة العالم الماتش بيننا وبين مين ايوا امريكا متنمعش عنيك او كده مصر وامريكا بتلعب سيمي فاينال بطولة العالم ومصر متقدمة وعفريت في الملعب عملاق اسمه صلاح منتصر فقيلة يعني الرواية دي تربينا واحنا بنسمحها ان الفريق الامريكاني في الدقائق الاخيرة لم يجب اي طريقة ليقاف خطورته قل له يأخذ بوكس صريح في وشه عشان يخرج مصاب وما كانش المبرى وتكسب الولايات المتحدة ما اكسب اشرف منه الهزيمة هكذا يعني احيانا عندما تعييك للحيل وتخسر بالطريقة دي والله ما تزعل انت تفرح لان تعرف ان دي امتك اشتركوا في القناة